أكتر مادة مثيرة للجدل في مشروع القانون كما هو الآن هي المادة سبعة لا يجوز لديش أشأن أطعن في قرارات اللجنة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية ونتائجها ويتم تحصين قرارتها مسألة التحصين من عدم أثارة عصفة من الجدل في الفترة الأخيرة حضرتك رأيك إيه في الموضوع ده؟ الحقيقة أنا شخصين حزين جدا لأننا بنقول بعد صورتين عظام أم بيوم الشعب المصري لكي نغير الأوضاع اللي إحنا كنا للأسف لا نتمنها وأساءات للشعب جميعا كنا نتمنى أن يكون أعملنا التشريع على مستوى الدستور وإحنا الدستور حقيقة مش حطين الأحكام اللي فيه اللي مجرد هنتفرج عليها إحنا عندنا فيه مادة في الدستور اللي هي المادة 200 تقريباً 24 بتلزم الدولة بأنها تصدر قوانين منفذة لأحكام الدستور وبالتالي ما يجي نصدر أحكام قوانين لو أنت تتفق مع أحكام الدستور لأن الدستور ده هو القانون الأعلى أو القانون الأساسي فبالتالي ما يجي الدستور في المادة 97 ويقولونه لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء فده معناه أن كل القرارات الإدارية لا يجوز تحصينها وبالتالي يجب أن ينظر أو يترك المجال فيها للقضاء الإداري عندنا في مصر اللي على رأس المحكمة الإدارية العليا كي تنظر في مدى مشروعية هذه القرارات أو العمل الإدارية ترجمة نانسي قنقر